على هذا الرصيف في أحد شوارع العاصمة صنعة يجد القراء ما يريدون اقتناءه من الكتب مساحة توفر على غير عادتها الكتب الثقافية والسياسية باختلاف أنواعها وبأسعار زهيدة لم تؤثر في حركة بيعها الأوضاع المتردية في البلاد الرواية تبه 3 ألف 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 وخمسات الآن سعرها بخمسمائة ريال لأننا نطبعه في السوق السوداء لا بش رقابة لا بش أحد يتلمه بسبب لوضع البلاد في الوقت الرهل الكل يطبع بدون أي مساء انتشرت تلك البساطات في شوارع المدينة بشكل ملفت موفرة معظم الكتب حديثة الإصدار يقول باعة هذه الكتب أنه يتم تحميلها من شبكة الإنترنت وطباعتها في مطابع محلية دون اكتراث بالحقوق الفكرية للكاتب ودور النشر فهي بالنسبة لهم مصدر دخل قد يوفر لهم بعض المال وينتشلهم من رصيف البطالة طبعا لجانا إلى الطباعة الشعبية يعني ننزلها من النت ونوفر للزبن على حسب الطلب ونطبع طباعة شعبية عادي لم تمنع الحرب المواطنين من القراءة كما يقولون هنا وأضحت الكتب ملاذا لهم مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومع ارتفاع أسعار الكتب يلجأ القراء إلى هذه الأرصفة لأخذ ما يشبع رغبتهم في القراءة والإطلاع ترجمة نانسي قنقر